السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديالة اليوم إخوان غنشوفها عدة أخبار من بينها غنمشون شوفوا القانون اللي تمت المصادقة عليه إخوان في المجلس للتحاد الأوروبي واللي كيتعلق بتأمين ديال السيارات اللي يا إخوان لسورانس غنشوفوا اللي إجبارية على الناس اللي عندهم سيارة ولو حطنا في الغاراج ونبقف اللي هى لسورانس لذلك توقف لسورانس ما غيبقاش ممكن في إيطاليا وتفرجوا في الفقرة يا إخوان باش تفهموا كل شي مزيان بالطبيعة هل غنشون تكلمو كذلك إخوان على معنومات جديدة فيما يخص الموضوع اللي طرقنا له البارح هو علاج الأسنان وطب الأسنان في المستشفيات ديال الدولة لذلك إخوان ليوم جدت لكم في بعض الجهات بحل لومبردية لميليا رومانيا لطوس كانا لاتسيو شحل اللي زيلي كي طلبوا وعدة معنومات اللي سقدر تفيدكم يعني معنومات زيادة على ذلك شريكة لكم البارح وغنم شون تكلمو كذلك على مطاردة بوليسية ديال الأفلام يا إخوان اللي كانت في البروفينشة ديال فيرونا واللي كانت واحد سيارة غولف سوداء اللي كان على المتن ديالها ثلاثة المغاربة يا إخوان تبعوهم البوليس ولكن انتهت بمأساة شخص من ذلك الأشخاص صراح حاليا في الإنعاش وغنم شون نشوفو كذلك إخوان دور المسنين دور العجزة اللي حاليا إخوان لاقين صعوبة في إيجاد اليد العاملة يا إخوان والممردين لذلك بدأوا في مدينة بلونو يا إخوان كي سوردوا اليد العاملة الممردين المغاربة من المغرب غنم شون ترقوا هاد الخبر اللي ترقت لي الصحافة المحلية وغن تكلمو كذلك على الصين يا إخوان اللي بداتك تتلقح الأطفال اللي عندهم ما بين 30 سنين و 11 سنة الناس اللي خذات جونسون أنت جونسون هنا في إيطاليا أشنو غايدروا معاها حيت عير جرعة واحدة غنشون تكلمو كذلك على الجرعة الثالثة في إيطاليا وأشنو قال بروزا فيرو وكذلك إخوان أشنو دارت رومانيا حيت جامع الأسرة دي الإنعاش عمرات عندها داروا قارارتي إخوان جديدة غنطرقوا لها وعدة معنوماتي إخوان فهد الحلقة لذلك كيف مالعادة كنشكر جميع الناس اللي قد دعم القناة برايك واللي ما مششاركش يشترك باش يبقى يتوصل بالجديد إن شاء الله فهد الفقر يا إخوان غضي نطرقوا الخبر دي الوفاة مواطن مغربي واللي بطبيعة الحال الهدف من هاد الأخبار هو أنكم تدعوا معاهي إخوان بالرحمة الله يرحموا ويجعل المتوى ديالو الجنة إن شاء الله والله يصبر العائلة ديالو الصغيرة والكبيرة بطبيعة الحال مواطن اللي عنده ستين سنة يا إخوان من بعد ما أنه خرج من المنزل باش بشي يتقدى مشا الوحد سوبر مارشي اللي كان في مدينة فلينو كان في البروميشة ديال بارما ومشي يا إخوان هاد سوبر مارشي ومرجعش للمنزل لذلك العائلة ديالو تشوشت عليه بشو دارو تدينوش هاد الكارابينياري إخوان المصالح الصحية ولكن غير قول بوليسي إخوان من بعد في البركاتجو ديال السوبر مارشي قالص في السيارة ديالو إخوان ومتوفي الله يرحمه لذلك شكوك الأول ديال الشرطة الإيطالية يا إخوان هو أنه ربما تقدر تكون شوعة كصحية لأدات به للوفاة ولكن الشيء اللي أثار الاستغراب يا إخوان بتكلموني كذلك الصفحات المحلية يا إخوان في الفيسبوك ومواقع التواصل الإجتماعية كيف أنه واحد سيد في واحد سوبر مارشي تشيندرو كوميرتشالي ماشي سوبر مارشي اللي هو يا إخوان معروف وكيكون عامر سيد متوفي في السيارة ديالو ويعني ما كيتحركش كيفاش حتى شي واحد ما لاحظ الأمر وهو ذلك تشيندرو كوميرتشالي داخله منه الناس وخارجه يعني تساؤل يا إخوان للتطرح بطبيعة حال تحقيقات هي اللي غادي تبين سبب ديال وفاة ديالات السيد الله يرحمه من جديد وتعازين الحارة للعائلة ديالو اللي يصبرهم إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غادي تكلمون على لسورانس ديال السيارات وديال الموتور لأنه كان واحد تغيير مهم يخصي إخوان السيارات للواحد كيوقف لها لسورانس اليوم تمت المصادقة على واحد الاقتراح وواحد القانون في المجلس الأوروبي يعني تمت المصادقة وهذه رأيها حاجة مهمة هاد القانون غيولي رسمي في كل دول أوروبا ولكن المقل الواحد اللي كيتكلم على هاد الخبر هو الكوريا لدينا سيرة لذلك خبر صحيح ولكن إمتى غادي تخل حيث تنفيد في الدول الأوروبية ممكتوبش لذلك ربما بحل جميع القوانين دول أوروبية غتكون عندها عامين من أجل تطبيق هاد القانون وربما يتبقون من هنا الشهرين وربما من هنا الشهر وربما من هنا العامين لذلك تاريخ ديالانطلاق هاد القانون ما كيش رأي قانون اللي لاب والدم غادي تطبيقه وغادي يخص جميع الناس بلعليش كيتعلق الأمر كيتعلق الأمر يا إخوان با بلا سورانس ديال السيارات وكذلك ديال الموتور لأنه يا إخوان غادي تولي إلزامي وخاء هادك الوسيلة ديال النقل ما كتستعملاش يعني انتلك انت حاط وحد السيارة ديالك حاطة في القاراج ولا حاطة في الكورتيلي ديال البلاتسوات اللي قدامكم مثلا واللي هو واحد المكان خاص ماشي ديال الدولة ماشي طريق عمومية فهذيك الحالة وخا تكون حاطة وما كتستعملاش خاص تتخلص لها لسورانس والفكرة ديال انك تبقى توقف لسورانس للسيارة اللي ما كتستعملش وهذا الشي يدروه بزر ديال الناس مثلا كتلقى عنده سيارة كي بشي بالمغرب وسيارة كيستعملها هنا للخدمة ومنك يرجع من المغرب كيوقف لسورانس لهذه السيارة وكيبقي يستعمل لسورانس عيز السيارة الخور ديال الخدمة ما غا يبقاش ممكن إلا بغيت تدير جوش السيارة وحده تخدم بها وحده تدير المغرب خاص تكديك الساعة تخلص لسورانس وبطبيق حالي إخوان كنعود مكرر القانون راه تمت المصادقة عليه وراه ترأت تغيير على القانون ديال المسؤوليات المدنية فيما يخص قانون السير في التحاد الأوروبي ولكن امتى غايتفعل في إيطاليا راه الحدود الساعة ما كان حتاشي أخبار لو قيت اللي ولي عدنا الأخبار رسمية وغايتفعل في إيطاليا حاجة أخرى اللي مهمة هو أنه محكمة العدل الأوروبية كانت ديجة يا إخوان هاد الفكرة أكدتها في أحكام سابقة آخر حكم اللي نتقات بيها إخوان نهار 12 عشرين في شهر بها كتقول بلا أنه السيارة خطكون حاطة في غاراج ولف واحد البلاسة اللي هي خاصة ديالك رخص كلابه تدير لها لاصورانس إلا في حالة وحيدة يا إخوان ولي هاد الشي تم تطبيق دياله في القانون إلا كانت واحد السيارة ولو واحد وسيلة النقل لما عنداش الموتور وما عنداش الروايد يعني ما غاديش تحرك هاد الشي بطاب يتحالي أخوان على حساب الجمعية هنا في إيطاليا راك يبشي ضد القوانين دي العدة الدول الأوروبية من بينها ألمانيا إلى الواحد ما بقاش بغاي سيعمل طموبيل وبغاي يوقف لها سورانس خاصه يبشي سلم الطارقات للشرطة لذلك هاد القانون يدروا الاتحاد الأوروبي رايعني جدد هاد القانون ديال ألماني وكدلك ديال إيطاليا إيطاليا تسمح لك أنك توقف لسورانس ما غا يبقاش ممكن وبطاب يتحالي أخوان أخر حاجة اللي كانت ناقش عليها كذلك في البرلمان الأوروبي فيما يخص لسورانس المونو باطينو وكذلك الدراجات الكهربائية يعني ذلك الدراجات الهوائية يا إخوان لعند البدالات السيسيثة ولكن يا إخوان في هذه النقطة البرلمان ديالتحاد الأوروبي محدد حتى شي حاجة وخلا يا إخوان الدول الأوروبية الحرية وش يدروا لسورانس لهاد الأشياء أولا إيطاليا غا دني إخوان في اتجاه باش يديروا لسورانس المونو باطينو القانون يا إخوان ديال السيارة كيتعاودي تكسب حاليا في البرلمان الآن في الأشهر القادمة غا يخرج قانون جديد وغايتسبدلوا في عدة أشياء وغادي نشوفوا ديك الساعة واش غاين نززموا على الناس عند المونو باطينو دير لسورانس ولكن إخوان إلا ما كانوش غايدروا لسورانس حاجة اللي كل شي البرلمان يمتفقن عليه هو أنهم لا بدون مخصروا الكاسك ولا بدون إخوان ميدروا ذاك الجيلي اللي كيروا ضده لذلك غادي نشوفوا الجديد وهذا راح كي يبقى يا إخوان وحد الخبر مهم بزاف فهذا الفقر يا إخوان غا نتكلموا عن مطاردة اللي كانت البارح في الليل الشرطة الإيطالية كالطارد سيارة اللي علمتن ديال هاي إخوان ثلاثات المواطنين المغاربة في مدينة وفي البروفينشا ديال فيرونا واللي للأسف يا إخوان سلات بطريقة خيبة بزاف لكن هو أنه البارح في حدود الساعة الواحدة ليلاني إخوان واحد سيارة غورف سوداء اللي كانت كالطارد في مدينة لنياغو اللي كانت تواجدت في البروفينشا ديال فيرونا شافوها البوليسي إخوان الكارابينياري واقتربوا منها بشي وقفوها سعي إخوان هربات وفي ذاك الهريب اللي هربات دارت عدة خروقاتي إخوان فيما يخص قانون السير لذلك بشوف الانتير ديالي كان ممنوع رومبات دروهم بالعكس كانوا بسرطة مفرطة للغاية وزيادة على هذا كانت ضبابة يا إخوان وكذلك الضلمة وهذا الشي كامل يا إخوان خلا أنه البوليس ما تفاكش معهم وبقم تبعهم وهذا ثلاثة المواطنين في الآخر يا إخوان غاديستسلموا من بعد ما أنه غايدروا حادثة تسير غايخرجوا في واحد الحيطة يا إخوان واحد القرياج ديالورو سبين وهذا الشي اللي خلا أنه البوليس في الأول مني سمعوا الضربة قالوا بلا أنه ستكون شي أمور كاريتي في السيارة ولكن من بعد تبين بلا أنه اللي كان سيق مطر الإهوانه والجوش الخراي اللي كانوا معاه واحد راح حاليا في العناية المركزة في الإنعاش والآخر عنده جروحات ومشل السبيطر بطبيق حالي إخوان أول سؤال اللي غايترح في الدهن ديال الناس هو أنه لاش هاد الناس غاديت هرب الحدود السعاي إخوان البوليسكي حقه بقنا معارفنش السبب ولكن ربما يقدروا يكون يا إخوان عندهم علاقة بالعالم ديال الإجرام ديال المخدرات وليش حاجة بحل موقعية أو أنه ما عندهم مش مسلا البيرمير وليش حاجة يعني بحل جميع الناس اللي كترتاكب الجرائم كتكون عنده الفكرة الأولية أنه غا يقدر يتغلب على الشرطة لذلك غادي نهرب علاش حيث غادي نغلبهم وما غادي نوضرهم وما غا يبقوش يشدوني حالي إخوان المخالفة اللي غدار لهم راها عدة حيث المخالفة اللي يرتاكبوا راكف مكتلكم كثيرة والناس اللي كانت على متن السيارة راها كان البداية ديال أسماء ديالهم يا إخوان واحد اللي كان سيكان عنده 28 سنة آخر 39 سنة والشخص يا إخوان اللي في الإنعاش راها عنده 42 سنة بطبيعة حالي إخوان تحقيقها راها يحاول يعرفوا كذلك علاش هاد الناس كانوا هاربين وعلاش كانت ديك السرعة المفرطة اللي خلاتهم أنهم واحد في موصل الإنعاش واحد الخبر يا إخوان اللي ربما يبين غريب شوية للناس هو أنه مدينة بلونو وديور العاجزة اللي فيها يا إخوان عنده محد ضعف في يد العاملة ما لاقينش يا إخوان الفرمليين والممرضين لذلك يا إخوان يحاولوا باش أنهم يستوردوا ليد العاملة من المغرب وهذا الخبر يا إخوان طرقت لي عدة صحف محلية لذلك غمشوا نشوفوا علاش وكيف ما كتشرح التي جيال يا إخوان كتقول بلا أنه في السنوات هاد الاخرة قليلة بزاف ليد العاملة المتخصصة كنتكلموا على ناس اللي هي إنفرمياري وكذلك حتى الأوس بدأوا يقلوا لأنه في غالبية الأحيان هاد الناس كي بدخلوا له هاد القطع عاش يخدموا فيهم وكيف ما تيقول النقاب يا إخوان تجيالي كيخرجوا من هاد الخدمة دي الأوس وكيف يفضلوا أنهم يمشوا يخدموا في الفابريكة يعني في المصانع لذلك يا إخوان كيف ما غادي تشوفوا معايا وتقدروا تفهموا بلا أنه هاد الخدمة دي الأوس شوية صعيبة والناس ربما مبعد ما أنه كتخدم فعل واحد المدة كتتفضل أنها تبدله ولكن ماشي جميع الناس هكا هاد الشي اللي خلا أنه يكون واحد الخصص كبير يا إخوان فيما يخص الفرميليين واللي متخرجين من الجامعة وهاد الشي اللي كي يشكي منه ديور العجزة دي المدينة سبين لونه بطبيق حالي إخوان كي يشكي وكذلك بلا أنه الناس اللي كتتخرج قليلة والوقاية اللي كتتخرج كتكون ضيجة الدولة بغد دخلهم في السبيطارات لذلك الآزل ديال ديك المدينة كتدير إعلان والناس اللي كتخرج كتفضل أنها تبشي تخدم في الآزل على أنها تبشي لواحد دار العجزة لذلك هما كيفما يقولوا يا إخوان بعض الناس اللي عندهم ديور العجزة قال لك احنا يكن تسنوا في الناس اللي غادي تخرجوا في شهر الحداش القادم إن شاء الله ولكن قل لك احنا ديش هتكلمنا مع عشي وحدين منهم باش يجوا يخدموا معنا قال كنت خوفوا أنه يخرج طلب ديال الآزل فهد الأيام اللي غا تقول الناس جوا تخدموا عندي وغادي خليونه يبشيوا لذلك لحدود السعية إخوان دروا اتفاق إياس مع الشركات اللي كتجيب وكتتسورد ناس من الخارج غايجيبوا ممرضين من المغرب وكذلك من ألبانيا وخاكي يقولك بلا أنه باش يجيبوا يد عاملة من الخارج متكوينة أمر لي هو يصعب وما سهلش ولكن هذا هو الحل اللي اللي عندهم يا إخوان بالطبع يدح لي إخوان تعليق شخصي اللي نقدر نقول بزاف ديال اللي بنات اللي كي بغوا يدروا أوس هاد الخدمة لها قاسحة شوية ولكن أرا فيها مستقبل يعني اللي بغا تخدم وبغا تكوين راسها بتشتدير ديبلوم ديال أوس لأنه إيطاليا واحد البلد غادوكي كبر يعني ما بقاش كيولد والناس اللي كبيرة غادوكي تزايد والناس اللي عندهاش اللي قابله كتفش تدير العجزة كتيرة وبالمئات وبالالاف لذلك هاد الخدمة راها كينة وغادي تكون إن شاء الله حتف القادم وعليها طالب كتير بزاف لذلك الواحد إلا قدار يكون راسها في هاد الخدمة وقدار يصبر ليها حيث ما سهلاش والناس اللي يخدمين فيها وما يعودون لكم الهال اللي بغا يخدم فيها راها الخدمة كينة بشارطة أنا يكون عنده تكوين وحاليا نرى يعني عندي أخبار أنه كينا نبعد ديور العجزة اللي كيكونوا الناس يعني ما بقاش كيقلبوا ويحش على ذلك الديبلوم ديور العجزة ولو تيدخلوهم مثلا تيدخلوهم بروفا ديت 3 شهر ولا ديور 14 شهر باش يعني علموهم وكل شي عشو من بعد يدخلوهم كونترا أخبار يا إخوان جيد سريعة كتتعلق بالجلبة غاديمشون ونشوفوا أشنو قال بروزا فارو اللي هو المدير يا إخوان ديور مهد العالي ديور اللي فسولوه في واحد المؤتمر يا إخوان اللي كان في مدينة فيناتسيا واش خسنا نديره الجرعات تالية كاملين قال لهم هذا وحد السيناريو اللي هو يا محتمل قال لهم احنا حاليا خاصنا ناخده جميع الأرقام وجميع المعلومات وندرسوها وهديك الساعة لحساب ديور اللي غايبها لنا غادي نقولوا واش غادي نعطون جرعات تالية ولا لا ولكن أكد بالله أنه من بين الأشياء اللي هي مهمة هو أننا نحتفظ بالمسكرينة في الأماكن المغلقة طيب يا إتحال غادي نشوفوا كذلك يا إخوان الصين اللي بداتك تعطي الجلبة الأطفال اللي عظم ما بين تلت سنين وحداشر سنة خمسة الجيهات يا إخوان اللي هي مهمة في الصين بداتك تنشر إعلانات باش تبدأ الحملة دي تلقيح لهد الفئة دي الأطفال الصين يا إخوان اللي وخال حالة اللي كتسجل قليلة بزاف ولكن عندها واحد صارة مقوية لحدود ساعة ساو سبعين في المئة دي الشعب الصيني راه جلب يا إخوان وكنت تكلموا على واحد الشعب اللي كبير بزاف ولكن الدولة يا إخوان دارت حملة دي الجلبة كبيرة بزاف وخال حالة اللي كتسجل蘭 راه قليلة وقليلة لغاية فيما يخص إخوان الناس اللي اخذت الجرعة دي الجونسون آنج جونسون تكالم اليوم المدير دي المعهد العالي دي الصحة الي هو يا إخوان لوكا تان لي وكذلك إخوان راه عضو والمراشق دي اللجنة التقنية والعلمية في الحكومة الإيطالية وقال بال���gins اللي اخذ جرعة دي الجونسون آنج جونسون في القارب العاجل غالي ياخذوج جرعة ثانية النترجم والأسفل مسألة إعطاء الجرعة التانية من cant bleed johnson johnson samson واخدت جونسون انت جونسون وكيفما اشاهنا solicد جونسون ان توقفت على هذه الفئة العمرية لذلك جميع الناس الذي ستاخد الجرعة الثانية قد تكون جونسون انت جونسون ولكن ستكون بعض الجلبة فيزر ولا قد المدير الاجابة لذلك هكذا ستكون تجاهد من المناعة لالإنسان اقوى والأحسن علي حسب ما قال فرانكو لوكاتيدي ما هو عوض في اللجنة التقنية والعلمية وكذلك المدير للمعهد العالية والصحة في إيطاليا فهذا الفقرة يا إخوان غن تكلموا وغن رجعوا على الموضوع اللي يطرق ليني البارح هو طب الأسنان في المستشفيات ديال الدولة أو المستشفيات العامة وكننا قلنا بلا أنه كان شيء فئات اللي هي الدولة كتعطيهم الرعاية الصحية فيما يخص الأسنان ديالهم وكتخفض عليهم تمل واحد درجة كبيرة إلا كان واحد كلينيك خاص كيقول لك بلا أنه غادي نقضلك الأسنان وندير لك السلك لولدك بواحد 3,400 أورو ولا 1,500 كان الدولة اللي كتقول لك غا نديرو لك مخفض يعني نقدر نديرو لك بتسعمائة أورو بتلتمية بربعمية وبعد المرات حتى فابور لذلك را تقدروا تستفدوا منه وذكرنا عدة أشياء بلا أنه في إيطاليا لحسب كل جهة كان جهات اللي كتشتارت أنه الطفل ما يكونش فيت 14 سنة وكان اللي 16 سنة وكان يا إخوان وحدين أخرين لما عندهم شرط ديال السن يقدر يبشي واحد اللي كبير ويقولوا ليه أوكي هاتش متنين كي وقع يا إخوان في الأمبريا في جهات أخرى مثل التسكانة كان هاد الحدي إخوان ديال 14 سنة كذلك اللمبردية 14 سنة وبطبيعة الحالي إخوان كان فئة أخرى اللي هي ما عندها تش عالة قبل أعمار لكن تكلموا على ناس اللي هي عندها شاشة في الصحة وهو شاشة في الحالة الاقتصادية بطبيعة الحال تكلمنا كذلك على اليزي وما قلتش لكم شحال فهذ الفقرة غا ديمشون شوفو شحال كي طلبوا الجهات في اليزي وغا ديمشون شوفو عن ربعات الجهات اللي هي التوسكانة لومبردية كذلك إخوان لاتسيو واليميليا رومانيا بطبيعة حل ممكنش لها أن نطرق للطالين كامل علاش حيث فيه اختلاف كتير ونعطيكم مثلاً عير التوسكانة راه كين اختلاف ما بين آزل وآزل كين الآزل ديال الوسط وآزل ديال الغرب لذلك إخوان هذك ديال الغرب ما فيهاش رعاية الصحية كنت تكلم على الناس مثلاً في البيزا إلا بشو اللازل غايقولهم هات السيستام ما كيش عندنا إلاجوا الناس لفرنسا عندهم لذلك إخوان أراكين خلاف بزاف ديال المناطق في الطالين يعني داخل الجهة كين فيها اختلافات زيداً على هذا الحاجة اللي بغيت نكررها يا إخوان هو أنه بعض المواضيع بحل مثلاً البارح بزاف الناس كانت قلت ليا تكلم على الكازا بوبولاري في الطالين هذا الموضوع يا إخوان ما نقدرش نطرق لي لأنه الكازا بوبولاري راه واحد القانون اللي كيدر في البلدية والبلدية في إيطاليا راههم 8000 ما يمكنش لي باتاتاً أنا نمشي نتكلم على 8000 بلدية لأنه كل بلدية كتخرج الباندو ديالها كل بلدية عندها شروط كي اللي عندها لا لقى كتشرط على الناس ما يكون عندهم حتا شي ملك خارج إيطاليا ولذلك يا إخوان كل واحد كيلغي بالغاه بزاف ديال المغاربة بقى ما تعودوش على هاد النوع ديال هاد السياسة عندهم فكرة ديال أنه كينا سياسة وحدتها عم على البلاد كاملة ولكن يا إخوان لا أراكين يعني سياسات تختلف المهم باش ما نبعدوش على الموضوع نمشوا نشوفها يا إخوان أول جهة هي الجهة ديال التسكانة كيف ما كتشوفوا معايا هنا يا كان الفئات اللي قلنا إحنا يدي اللي عندهم ضعف والليكن تكلموا على ضعف الجماعي وضعفيه إخوان صحي وبطبيعة حال ليزي اللي كي شرطه هنا يا إخوان هو يديل 8000 أورو اللي عنده قل من 8000 أورو هو اللي يدخل في هذا السيستام وبطبيعة حالي إخوان فيما يخص لمليار رومانيا عندها سيستام آخر كتقول لك بلا أنه ليزي ما خصش يكون فيه 8000 اللي عنده قل من 8000 عنده حق في هذه الرعاية فيما يخص طب الأسنان فابور والناس اللي عندهم ماشي ليزي راديته 20 ألف أورو خصهم يشاركوا يا إخوان في النفقات اللي باش يديروا مثلا واحد السلك ولا شي حاجة لذلك غادي سخلص واحد الحاجة الناس اللي عندهم ما بين 20 ألف و 22500 في الراديسو ديالهم غادي خلصوا جميع النفقات ديال 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 الخدمة اللي غايدر لكم السبيطار لذلك غا تبقى دائما نرخص من واحد بريفي ولكن غادي سكون عنده واحد القيمة مالية اللي هي محترمة ما غاديش نقارنوها بالخاص ولكن غا تكون نازلها شوية في حين أنه الناس اللي عندهم كتر من 22500 ما غاديمش الحق يدخلوا أصلا لهات السيستام ديال الرعاية الصحية ديال طيب الأسنان فيما يخص المستشفيات ديال الدولة كذلك إخوان كينا لومبردية وبطبيعة حال هاتشي نبغينا نطرق له إخوان ما راي خاصوا واحد النهار لأنه في الضعف الاجتماعي داخل الناس اللي عندهم الإنفاليديتات ديال تشانتو فر تشانتو كذلك الناس اللي هم يا ديزو كوباتي وكيدخلوا قل من 8263 أورو سنويا هذا إلا كان بحده إلا كانت معها الزوجة 11362 أورو ولكن عندهم أولاد على كل ولد كيزيدوا 516 أورو لذلك إخوان هاد نقطرة مهمة اللومبردية راكد تاخد بعيد الاعتبار إخوان العمر ديال 14 سنة كيف ما غتشوفوا معي هنا يعني المرحلة ديال النمو ديال السفر 14 سنة راكي ياخدوا بعيد الاعتبار والعناية بالأسنان ديالهم إلا كانت العائلة ديالهم اللي يعني في واحد الحالة اقتصادية ضعيفة كي قدروا ياخدوا عناية فابور بطبيعة الحال آخر جهة يا إخوان هي اللاتسيو اللاتسيو عنده نفس السيستم ديال اللومبردية نفس الأشياء يا إخوان وبطبيعة حركين عدة شروط اللي هي كتير من قدرونش تطرقوا لها كاملة لذلك رجعت على هذا الموضوع عير باش نبيل لكم بلا أنه شحال تقريبا ليزلي كي تطلبون الناس وكيفاش الأمور تتغير من جهة إلى أخرى لذلك الواحد يسهول على رأسه يا إخوان وحاجة أخرى اللي مهمة إلا قالوا لك واخا ولكن رخصك تسنى واحد الراون ديفو فيها عامين تلت سنين مش تقولهم أوكي غرجع مرة أخرى عير خود الراون ديفو حيث تلت سنين عامين غاد دوص ضغياء غاد تفوت قدك عامين ولا تلت سنين وتقول علاش مخديت شروع ديفو ديك المرة لذلك خود الراون ديفوات حيث هم ما أصلا إخوان الراون ديفوات ما عطلن بزاف لذلك الواحد خصوص الصبر إلا بغايدير هاتش مع الدولة غايخلص أقل ولكن غاي تسنى وكينا كذلك أنه كينش جهات اللي كتشرط عليك أنه في كل فيز فيزيزة مثلا درتي السلكل ولدك غادي تخلص لي 300 400 500 أورو ولكن في كل فيزيزة غا تولي تخلص التيك يعني غا تولي باش بشيز مثلا تكرز لي هذك السلكل اش حاجة تولي تخلص 21 30 أورو على حسب كل المنطقة يا إخوان هذي رأى معلومات اللي صراحة فيها بزاف ديال ضبابية غير واضحة ولكن يا إخوان هاتش اللي اعطلة حيث ممكنش لينطرق الجميع الجهات أشلوكين فيها في الأيام السابقة يا إخوان تكلمنا على عدة دول أوروبية اللي دارتي إخوان قرارات جد مش مشددة باش يعني تحاول تغلب على العدوى اللي كتنتاشر بطريقة كبيرة ومن بين الدول إخوان اللي كنت تكلمين عليها سابقا كذلك رومانيا رومانيا لحدود السعي إخوان جامع لأسر ديال الإنعاش ماليئة إلى الآخر وبطبيعة حركين دول بحلب الغارية النمسا وكذلك إخوان بولونيا لحالي يحاولوا أنهم يجيوا من عندهم ناس اللي الحالة ديالهم صعبة باش يدخلوهم في الإنعاش ديالهم رومانيا اللي عرف أسبوعية إخوان ما بين 18 حتى 24 في شهر عشرة الناس اللي تعادوا وفت ومئة آلف كنت كل المعلمية وربعة الآلاف والناس اللي توفعوا 2898 ربما تجيكم أرقام صغيرة مقارنة بريطانيا ولكن بريطانيا رفع بزاف ديال الناس يا إخوان بزاف ديال السكان رومانيا راه مواسطا حتى عشرين مليون لذلك أرقام كبيرة بزاف هاد الشي اللي خلى أنه البلد يا إخوان غي يأخذ إجراءات مشددة ابتداء من اليوم من بينها غيس دول مدارس على الأقل سيمانا وكذلك إخوان الأدات اللي ولو كيستعملوها جميع الحكومة ديالعالم هو الغريم باس اللي غي ولي الزامي في جميع الأماكن العامة حتى في الفلتشانترو والمراكز التجارية تشانترو كوميرتشالي يعني جميع المحلة التجارية إلا هذيك اللي كتبع الأكل غي ولي فيها إلزامي كذلك غيسولي الإلزامي ديال المسكنينة في الأماكن العامة غيمنعوا الحفلة الخاصة حتى الأعراس وكل شي وكذلك حضرت تجوال للناس اللي ما عنداش القريم باس بطبيعة حالي إخوان هاد الشي كي يتمنى أنه يخدم وخايع عني على حساب الأخبار الأولية ديالت الناس اللي خدمت ما في التاكسي كيف يقولوا بلا انه دايج الناس بداش كتنقص في الشوارع وزيادة على هذا. هاد الشي خلى انه الناس بشي يا اخوان تجلب. اولا حيت تخلعه. حيت مني كتشوف الناس كتموت يوميا بالالافي اخوان. لواحد كيخاف على راسه وكي بشي يجلب. وكيقول بلا انه ديك العقلية اللي عندي. ديال انه تجلبه وغا تفعله وغا تترك. اراه ربما يعرخ وزع بلاس. لذلك الخلعة كتقدر تخلي الواحد انه يمشي يجلب. وقدر تخليه انه يقتنع. في حين انه ينج ينشوفوا الارقام نهار الجمعة اللي ذات يا اخوان اراه حتم رقم قياسي في العدى ديلة الناس. لخدقت الجرعة الاولى. سوة وثمانين الف شخص خدوق الجرعة الاولى الله. سوة وثمانين الف شخص خبرن الجرعة الاولى. لهو أحد الرقم عما زيادة على هداك كنتكلم حتي اخوان كنت كلمه على انه في ثلاثيام الأخرة ثلثة مية سسسين الف شخص خبروني جرعة. وبطبع استخير متين ساسون الف شخص فيهم. كانت الجرعة الاولى لذلك رومانيا في أيام قليلة يا إخوان ده 38% إلى 40% والناس والوزارة دي الصحة كتمنى أنها تصل على الأقل 70% فأقرب الآجال بش يعني خرجوا من هذا الأزمة الوبائية لكينا